من تلك الجهة التي دعمت ذلك الفنان السوري وما هي الصفقة التي دفعتها إلى التخلي عن الفن وتحويل مساره المهني تماما وهل تورط فعلا في نقل أفكار زميله المصري على الهواء يكون برنامجه تقليدا دون تجديد وما أسباب الموقف الغامض في الستوديو مع أحد أعضاء الفرقة لا يكاد ذلك المذيع السوري صاحب المحتوى الأغرب يفارق أزمة حتى يدخل في أقرى أشد منها صعوبة حلقاته الجريء المذاعة على المشاهدين في تلق القناة أصبحت كل حلقة منها كفيلة بأن تضعه أمام محكمة الجمهور التي وحدها هي القادرة على تقييم أي محتوى إعلامي مهما كان شأن مقدمه فكيف تحول ذلك الفنان السوري عن مساره؟ اعتلى همام حود سريعا خشبة المسرح السورية بشغف شديد وكانت هذه بداية علاقته بالجمهور لكن دوام حال همام كان من المحال فقد اتخذ الرجل قرارا بتغيير بوصلته الفنية وبدأ الاهتمام بالشأن العام وحده وكأنه قطع علاقته بالفن إلى الأبد فمن كان وراء صفقة توقف الفنان ظل توقف همام عن العمل المسرحي لفترات لغزا محيرا لجمهوره والذي لطالما اعتاد انتظار مسرحياته التي تطرق كثير منها إلى الشأن العام العربي لكن الأحداث شاءت أن يحول همام مشاهد التمثيل إلى حقائق وبالفعل اندمج في الشأن العام معلنا بشكل تام أمام الجمهور الانفصال عن المسرح إلى الأبد ترك قرار همام الجمهور حائرا خصوصا بعد الأراء الصادمة التي جاهر بها بشأن الفن وبدأت التساؤلات تحاصره فهل اعتنق ذلك الفنان مذهبا يحرم عليه استمرار العمل في التمثيل أم أنه دخل في أزمة بسبب مستحقات مالية طلبها نظير عمله بينما لم يتم استفاء حقه لكن همام أعلن للجميع بأن الفن لا يضمن تقديم مساعدة فعلية لمن يستحق الدعم أوقات الأزمات وأثار همام حوت الجدل مرة أخرى فبعد أن صرح جمهوره بآرائه في الفن كان هو ذاته الأشد اهتماما بظهور أمام جمهوره في ثوب فني جديد من خلال برنامجه الأشد جرأتان لدى الجمهور السورية حينما قرر المزجى بين الفن والتقديم التلفزيونية والفن بطريقة فتحت بابا لانتقادات واسعة أمامه خصوصا وأن فكرة برنامجه تشابهت كثيرا مع برنامج مماثل كان يقدمه طبيب الأسنان المصري الشهير باسم يوسف وأمام محكمة الجمهور عاود همام تكرار الصدمات التي واجه بها الجمهور من دون احتساب تداعيات المواجهات المرتقبة والتي من الممكن أن تنتهي بذلك المذيح حتما إلى أزمات قضائية لا طاقة للحود بها الأسلوب الذي تعامل به همام لم يسلم منه مسؤول ولا حتى زملائه الفنانين حيث قرر أن يحاسبهم على مواقفهم أمام الرأي العام وعرض لهم مقاطع فيديو مثيرة للجدل ووصل به الأمر إلى أنه كان سببا في موقف المحرجين مع فرقاته المكلفة بتقديم الخلفية الموسيقية للبرنامج الذي يقدمه أمام الجمهور فيما حاول أحد أعضاء الفرقة منعه من دون جدوى ترجمة نانسي قنقر